رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلاتكم المباركة ومعنا سؤال بيقول أرجو تقديم حلقة حول الزوجة التي تغضب وتترك بيتها وأولادها بسبب أشياء تفهى باستمرار ولا تشكل لزوجها بمعروف من قريب أو بعيد وجزاك الله عنا خير الجزاء السؤال دوت سؤال مهم شويتين تلاتة واحنا هنقول طرف النهاردة ونتكلم في حلقة كاملة إن شاء الله في الكلام دوت وأظن أنه هيكون أنسب وقت ممكن نتكلم عنه الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها عن كيفية إدارة المشكلات الزوجية وكيفية إدار بعض المعوقات الزوجية والاعتقادات الغير مناسبة لأن في الحقيقة دي أحد الأشياء اللي بتحصل ما بين الأزواج بس أنا أقول لكم حاجة أنا عندي حاجات كده شبه الأمراض الزوجية فيه أمراض زوجية يعني إيه أمراض زوجية الأسباب اللي بتعمل أعراض زوجية من الأعراض غير مناسبة الأعراض اللي هو اسمها إيه أنا بسميه الهروب والفرار الزوجي إن الزوجة تروح هربانا إلى بيت أهلها وإن الزوج يروح يهرب لبيت أهله طب دا بيحصل ليه بيحصل لإني في قناة اتصال اتسدت ما بين الزوجين في حالة أمان فقدت ما بين الزوجين ولازم نعرف الزوج دلوقتي بيقول لي الزوجة بتغضب بس أنا لازم أقول له أنا وبكلمك عن هذه الحالة إنت راجي ميني إن أنا أكلم الزوجة وساعات لما باجي أدير المسألة إن النصيحة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لما جاب سيدنا أبكر عشان يحكم بينه وبين السيدة عائشة إيه اللي حصل لما جي سيدنا أبكر وعني في السيدة عائشة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة مهمة ما لهذا دعوناك يعني عايز يقول له إيه إحنا دعينك عشان تعمل توازن وتقضي بيننا وتفصل بيننا عشان نوصل للتراضي إيه اللي بيحصل عندنا؟ فيه قواعد مهمة في الجواز إن أي مشكلة زوجية إيه الطرفين سبب فيها يعني إيه الطرفين سبب فيها؟ أنا عارف إن أنت قعد تكلمني عشان تجريني إلى مش قصدي إن أنت بتعمل كده لكن قصدي إن أنت في نفسك عايز تخلينا كلم الزوجة عن مفهوم النشوذ لكن قبل كده لازم نتكلم عن مفهوم التوافق إنتوا كنتوا بتعملوا إيه عشان توصلوا للحالة دي إنتوا لازم تراجعوا نفسكم ولازم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكيس من دان نفسه وعمل اليوم الحساب كل واحد فيكم إنتوا لاتنين لازم يدين نفسه يعني يقول له هل ربي يرضى عن هذا؟ الزوجة طبعا ما ينفعش الله سبحانه وتعالى أمرها أن تظل في بيتها وجزء من مفهوم الزواج إن هي تظل في بيتي الزوجية بس أنا مش عاصل من نفسي وأنا مش عارف هي ثابت بيتي الزوجية وراحت ليه؟ لأن أنت بتقول إن واحدة وتركت بيتها وأولادها ما فيش واحدة طبيعية هتسيب بيتها وأولادها كده من غير سبب ده ثابت أولادها وفلزة كبدها يبقى إذن مسألة أصعب بكتير من إيه نحن نتصورها طب إنت بتنصحني بإيه؟ بنصحكم إن إنتوا تتفضلوا إلى مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاءة المصرية لأن الحاجة محتاجة صلح بينكم محتاج إن إحنا نقف على المرض اللي ظاهر فيه العرض ده اللي هو عرض إيه؟ عرض ترك بيتي الزوجية لكن محدش أبدا يخالف أن ترك المرأة لبيتي زوجيها بلا سبب يجعلها تخاف على نفسها وتخاف على نفسها من العنف تخاف بلا شك أنه حرام إن مرأة تترك بيتي زوجها حرام إن هي تترك بيتي زوجها لغير سبب أما إذا دركته لسبب فخلاص عندها من الله برهان يبقى إحنا لازم نعمل إيه؟ عشان المرأة تكون آثمة لازم تخرج بلا سبب وإن هي تكون بدا فقدت طاعت ربها سبحانه وتعالى وكمان أزت أولادها وزوجها لكن بلا شك إن مفيش إمرأة تكون من أهل الله وتسيب أولادها حتى لو حصل بينها وبين زوجها أي شيء مدام أولادها في فترة الحضانة لابد أن يترعاهم وتحافظ عليهم لأن ربنا سبحانه وتعالى قضى إن هذه الأم لابد أن تكون دائما الأطفال في رعايتها وفي حضانتها فعشان كده لازم تتقل الله سبحانه وتعالى وترجع بتها إذا كان السبب سبب تافه زي ما بيقول الزوج لكن أنا عايز أقول من خبرتي إن إحنا محتاجين ببساطة إن إحنا نروح لخبير يصلح ده تبينينا لأن أنا موافق إن الزوج يقول بسبب أسباب تافه من وجهة نظري لأن ممكن هي تكون من وجهة نظرها مش أسباب تافه لكن إحنا قلنا المرأة التي تترك بيت زوجها بغير سبب فيناشز وحرام عليها وهي وقعت في الحرام السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا فضلت الشيخ النمل عندي في المنزل بكمية غير عادية عايز أعرف إيه ده يا شيخ الحقيقة إن دوت ما فيش أي حاجة غير إني دي زواهر قد تتعلق بتغيرات جوية قد تتعلق بأشياء محيطة في البيوت المجاورة لكن أنا ما بحبش إن دوت بيكون بقى سببه عمل ولا سببه حسد ولا سببه أي حاجة أنت ببساطة خالص حاولي تستخدمي الأدوات اللي تمنع هذا النمل وحاولي بقدر الإمكان إن أنت تسألي إزاي تتعاملي مع ده وتتميماً للطمأنينة والسكينة اذكر وإقراء المعوزتين وإقراء الفتحة سبع مرات ولكن عليك أن تتعاملي مع ده إما بدواء يداوي مسألة وجود النمل بكثرة أو بشيء يتعلق به ترميم شيء معين ولكن في الحقيقة نحن ذكرنا الذكر هنا لا لعلاج النم ولكن لعلاج القلوب التي هي في الحقيقة تحتاج للتعلق بالمحبوب سبحانه وتعالى يا رب كرمنا واجعلنا من أحبابك واجعلنا من أصفيائك واجعلنا من أهل السكينة واجعلنا من أهل اليقين واجعلنا يا رب من أهل الإقبال عليك في كل وقت وحين واجعلنا من أهل الثقة في فضلك وجودك وكرمك وعطائك واجعلنا ممن يطمئنون لي معياتك يا رب العالمين واجعل قلوبنا متعلقة بك وحدك واجعلنا من أهل الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين